حكايتنا النهاردة عن الاميرة الجميلة مارتا لويزا بنت الملك هرد الكامس ملك النرويج وازاي قدر يضحك عليها الشمان الشيطاني ديريك من امريكا ويقدر يتجوزها بعد سنين طويلة وهي اميرة متوجة في النرويج متزوجة واحد مشاهير الكتاب النرويجيين ديريك ده حكايته طويلة والاميرة كمان حكايتها اطول فخلينا نبتدي معكم محمد كريم ودي حلقة من حبائل الشيطان طبعا حضراتكم عارفين ان الشيطان معركته مع بني ادم طويلة منذ الازل وكل مدة يطلع علينا طلعه ويصطاد مننا حد ويوقعه المرة دي كانت الاميرة مارتا لويزا اللي لها تاريخ طويل في العمل الانساني والفني في النرويج وكانت طفلة محبوبة واميرة ومثل اعلى لكل البنات وكانت دايما بيستدعوها في التلفزيون وبتكتب كتب وبتحكي حكايات للاطفال وبترسم لوحات اما ديريك بقى فكان معالج روحي في هوليوود ولو علاقات نسائية كتيرة مع نجوم من نجوم هوليوود وكان بيحكي ان هو بيشوف الارواح وبيشوف الاشباح وبيتكلم مع الملايكة وبيساعد الناس اللي هم عندهم مشاكل نفسية فدي كانت علاقته بالاميرة جد من الناحية دي انها كانت بتمر بفترة عصيبة بعد خروجها من علاقة زواج طويلة مع كاتب من المشاهير النرويجين اسمه اري بين واري بين ده كان بيكتب روايات كتير منها روايات بوليسية وخلفت منه تلات بنات دلوقتي كلهم تين ايجرز يعني وهي عمرها دلوقتي سبعة وربعين تمانية وربعين سنة مش صغيرة لكنها مازالت محتفظة بشكلها او شبابها وطبعا لما تقابلت مع ديريك كان بيحاول يساعدها من الخروج من العزمة النفسية ثم بيقول اتنين بيحكوا قصة حب زي ما انتوا شايفين برنامج فول ان لاو في التلفزيون الامريكي وبيحكوا ازاي انه كان حب من اول نظرة وانهما وقعوا مع بعض يعني في غرام عنيف واول مرة يعرفوا الحب الحقيقي والكلام ده طبعا بيحكوا الحكايات دي بعد ما ابتدت الاخبار العلاقة اللي بينهم تطلع في المجلات والبرايد والميديا مما اضطر ان الاميرة الاميرة دي انها تتنازل عن لقابها الملكي علشان تستطيع انها تعيش حياة طبيعية وتتجوز مع حد تاني وزي ما انتوا شايفين بخصوص لون البشرة بتاعة ديريك طبعا كان فيه نوع من العنصرية الشديدة جدا في الموضوع ده في النرويج وازاي الاميرة بتاعتنا تتجوز واحد ملون البشرة وطبعا هي كانت بتتهاجم باستمرار لانها كمان وهي صغيرة وفي شبابها كانت بتتكلم كتير جدا عن الملايكة والسبرتس يعني الارواح والعالم الجايب ده وبتقول انها بتخاطب كائنات الناس التانية مش شايفاها وبيدوها افكار جميلة هي اللي بتخليها تكتب وتحكي الحكايات اللي بتحكيها كانت بتحكي حكايات للاطفال محدش تاني بيحكيها قبل كده وكتبت كتب كتير جدا للاطفال وافكار لتطوير الاطفال وكلام ده طبعا يعني كان فيه نوع من الانسجام الفكري بين الاثنين لكن ديريك كان في منطقة اصعب شوية من الاميرة لويزا لانه كان شغله في امريكا بيعمل جلسات روحية وبيستحضر الاموات وبيعمل تقوص ناس كتير كانوا بيقولوا انها تقوص شيطانية حتى لما اخذ لنفسه لقب الشامان الشامان ده هو الساحر في المغولي اللقب الساحر في القبائل الاسيوية القديمة زي ما انتم شايفين هنا دي صورة ااري بين اللي مات منتحر بعد طلاقه من الاميرة وصورتهم في شبابهم في الزفافة هم كانوا شابين حلوين وكانوا يعني حديث الدولة كلها واوروبا كلها بتتكلم عنهم لكنها بعد ما بتدت تقول انها بتشوف ملايكة وبتشوف كلام من ده وبتعمل جلسات هي كمان يعني سنين طويلة وهي بتتكلم عن الموضوع ده فكانت عليها هجوم رهيب جدا من الميديا وطبعا الهجوم ده زاد خصوصا بعد ما طالقها الاري بين انتحر والميديا بتدت تربط انتحاره بانها لقيت حد تاني من بعده وكلام من ده لكن هو كان عنده اكتئاب جديد جدا وحتى اهله قاله لا الانتحار ليس له علاقة بالموضوع ده لكن الميديا ما بتسدى تمسك في حد بينما الموضوع الاخطر طبعا هو ديريك دوي الشمان ده لانه هو بيقوم بهذه التقوص الشيطانية ما زاله بيستعمل اسم الاميرة لان اسمها بيفتح له ابواب الاوساط الراقية ودلوقتي ما عادش بس هوليوود لا كمان بيعمل تقوصه دي مع سياسيين وحكام وامراء وملوك ورؤساء فيعني اصبح من اشهر المعالجين الراحانيين في الغرب واسلوبه كله طبعا هنا الكنيسة ورجال الدين حتى العلمانيين والليبراليين ما حدش بيسد الكلام اللي هو بيعمله ده لكنه دايما بيتهموه بانه هو يعني يقوم بعمل شيطانية وان طبعا هم بيستدعوه كمان عشان يسألوه رأيه ايه في المستقبل وفي الكلام ده فبيقعد يتنبأ بيقعد يعمل هيستدعي الارواح الحكيمة ويسألها عن امور السياسة وامور الحياة ويدي للناس نصايح فمن يصدق في هذه الخزعبلات طبعا بياخد النصايح دي وبيستعملها منه ودي الحاجة اللي بتزعل منه دي يعني كان ناس كتير جدا لانهم شايفين ان الدول لا تدار بالنبوئات والتكهنات وعمال الكهنة والاتصال بالعوالب الخفية والنبوئات والكلام الفارغ ده لكن الاتنين دول مصممين وبيعملوا وعملين شركة كبيرة دلوقتي بينهم وبين بعض في تقديم هذه الخدمات الروحية وبيعملوا في ار وماركتينج وكل حاجة واتلاقي عشرات بالالاف الصور عنهم في الميديا حتى هنا في جنازة طالقها ومعاها بناتها لم يفوت الاميرة انها تتكلم شوية عن ان علاقتها بالملائكة والارواح هي اللي خليتها تصبر يعني شايفين هنا هي الجزء القديم اهو ومعاهم باتنين من بناتهم في الصورة كانت اسرة سعيدة جدا ويضرب بها المثل في السعادة والبنات دلوقتي طبعا يعني يفتقدوا ابوهم وكمان امهم سايباهم وعايشة في امريكا مع الجزء الجديد الشيطان الشمان ديريك لكن الاميرة بتقول انها سعيدة وانها لقت اخيرا رسالتها في الحياة وعايزة تستمر على هذا المنوال وطبعا بيستضفوها في تلفزيونات العالم كلها لانها حالة فريدة وبيستضفوها يسألوها عن اشياء والشيء الغريب انها بتحاول تتنبى باشياء ساعات حاجات منها مش سهلين متقفين بصفة عامة لكن البنات الاميرة بيقولوا انهم عايزين يسافروا معها ويعيشوا معها في امريكا وهي بتقول انها عايزة تسيب كل حاجة في النرويج وتعيش في امريكا مع وصرتها وتكون حياة دي لو شفت انتو صورتها مع انطونيو بانديراس وطبعا يعني بالاتنين بتتفتح لهم دلوقتي جميع ابواب المشاهير والاغنياء في امريكا وطبعا قاري بين خلاصة ناسا هنا صورتها مع ملك النرويج ابوها الملك هارلد الخامس اللي هو في التسعين من عمره او يزيد ولها اخ اللي هو الولي العهد هي تركت كل حاجة في النرويج حتى تركت كمان ورفها اللي هو عندهم حاجة هنا مخصصات الملكية يعني الاميرة علشان تقدر تتجاوز ديريك دا وتسيب مضطرت تسيب كل مخصصاتها الملكية الاميرة يعني القصة دي بتفكرنا برضو بالقصة بابن الاميرة ديانة في امريكا ومع زوجته ونفس القصة ان هما كانوا محط انظار الميديا وحسوا ان هما مش عارفين يعيشوا فاضطر انه كمان يتنازل عن كل حاجة عشان يعرف يعيش كانسان طبيعي هي بتقول ان احسن شيء في حياتها شافيته دلوقتي انها تقدر تخرج وتعيشوا معها شخص وتقدر تتخلص كمان من العنصرية بتاعت اللون البشرة والجنس والكلام ده وانها حاسة انها ابتلت في حياة جديدة تماما طبعا شايفين انتو انه انه الاسباب اللي هي الاجتماعية والنفسية وامراض الاغنياء وامراض الحضارة الغربية المبنية على النصرانية الفاسدة بتخلي الناس عايزة بتطور على نفسها وعلى حياتها خارج الاطار الديني وهنا هي ما عملتش حاجة غريبة لان فيه سبق قبل كده امراء واميرات من الاسر الملكية في اوروبا في انهم يتنازلوا عن كل كل حياتهم الملكية علشان يقدروا يعيشوا حياة طبيعية بدون الانتقاضات وبدون التقييدات اللي بيقيدها الوضع الملكي لهم كمان فيه مشاهير كتير وساسة كتير بيحاولوا انهم برضو يسيبوا كل حاجة ويخرجوا من الثروة الكبيرة ومن الحياة المقيدة عشان يقدروا يعيشوا بحياتهم لانه الغنى والشهرة والالقاب والثروات الكبيرة ساعات بتكون مكبلة بتكون مقيدة للحرية وبتاخد السعادة وطعم الحياة الطبيعية اللي احنا ساعات ما بنقدروش لان احنا بنفتقد احنا او بنحنا بنتطلع لان احنا يكون عندنا فلوس كتير ويكون عندنا برضو الاوضاع دي والشهرة والالقاب والوضع الاجتماعي وننسى ان الحياة فيها قيم ومبادئ وعناصر اهم بكتير عشان توفر لنا السعادة أسيبكم تشوفوا شوية من اللقاء اللي عملوه في التلفزيون والتلفزيون ده كان في التلفزيون النرويجي فكان اللقاء مشهور جدا كانوا بتكلموا فيه عن فلسفة حياتهم وازاي ان هم عن طريق الالتقاء بالعالم الغيبي بيقدروا ياخدوا او يستقوا الحاجات اللي نقصاهم في العالم الظاهري اللي ما بقدم لناش اجابة على كل حاجة هو مصمم ان هو بياخد من الارواح اللي هم كل القيم والمبادئ بتاعته ويستقيها منهم هم اللي بيعلموه كيف يتطور الجنس البشري يعني نفس قصة الشيطان اللي هم الإليموناتي بالزبط لان هو دي قصته من احنا يعني بيسموها نما بيتصل بالعالم اللي هيديله الطاقة وهيديله الصورة الفيجن يعني او الاتجاه في الحياة اللي يمشي فيه وبيعرفه هيوصل هيبقى هيبقى ايه وازاي في النهاية ممكن ان هو يبقى انسان خالد عن طريق عادة الميلاد او الاريكارينيشن زي ما بيسموها بالانجلش طبعا فلسفات فاسدة كلها واحنا الحمد لله ان ربنا نور بصيرتنا بدين الاسلام عشان كده احنا ما بنقعش في هذا الكلام هتمنى تكون الحكاية عجبتكم وما تنساش اللايك والاشتراك علشان تجيلك الاشعارات الجديدة بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة